الثالث النهاردة موعدنا مع حلقة من الحلقات الخاصة بمادة الأجهزة والمعدات وان شاء الله تعالى الموضوع بتاعنا النهاردة اللي هي الطباعة اليدوية الفنية الطباعة الידوية الفنية هي يعني على عدة أنواع في عندي اللي هي الطباعة الغائرة وعندي الطباعة البارزة وعندي الطباعة السيرو الرافية أو السلك سكرين كل طريق الطباعة من هذه الطرق لها عدد تختلف وأدوات تختلف عن نوع الطباعة الأخر والطباعة الفنية في البداية كانت تستخدم لطباعة نسخ وكميات كبيرة ولكن تحولت يعني بعد كده للي هو ما يسمى بالطباعة الجرافيكية الحاجات الفنية اللي بيعملها الفنانين اللوحات الطباية الخاصة بالفنانين ودي اللي احنا هنتكلم النهاردة على نوعية منها هنتكلم على الطباعة الغائرة الطباعة الغائرة لها تجهيزات ولها تقنيات عديدة ومختلفة يعني هنتعرف عليها بإذن الله تعالى في عندي الحفر بالأدوات الحفر والأزميل والسنون وفي عندي الحفر بالأحماض وفي عندي أن أنا بستخدم يعني بدمج الأسليب دي مع بعضها لو احنا بصينا على الشاشة بتاعتنا هنلاقي قدامنا الأدوات والمعدات المستخدمة في أسليب الطباعة دي الأزميل اللي احنا بنستخدمها في عمليات الطباعة لما نكون بنستخدم يعني زنكة والزنكة دي أحيانا تصنع من الزنك وأحيانا تصنع من النحاس تقنيات الحفر على المعدن في طريقتين للحفر على لوح المعدن الحفر باستخدام أدوات حفر متنوعة بعمل علامات مباشرة على سطح المعدن ولا نستخدم الحامض أو المواد الأكلة الأخرى ودي اللي هي بتمثلها الصورة اللي على الجهة اليمنى من الشاشة أما الحفر باستخدام الحامض بتمثلها الصورة اللي على الجهة اليسرى من الشاشة تقنيات الحفر باستعمال الحامض بنقوم بتغطية سطح المعدن بالشمع والراتينج ودي الأرضية والغرض منها أن الشمع ده بيقاوم الحامض في الأماكن التي لا يطالها الحفر بالأدوات الحادة وخدش الأرضية دي بعد مباده الشمع بيترك للحامض يعني فرصة أنه يحفر في الخطوط والخربشة اللي تمت على التصميم ويعني معانا الفيديو اللي جاي كده ده تقريبا يعني كان لازم أن أنا أوريكم الفيديو ده لتقنيات التباعة اليدوية الغائرة طبعا أول حاجة بيعملها أنه هو لازم يسن كويس قوي الأدوات اللي هو بيحفر بيها طبعا دي الزنكاية الزنكاية اللي هو عامل عليها الحفرة هو ودي أحد أنواع الأزميل اللي هو المعين القطع ماشي وأزميل حد جدا بيحفر بيه الخطوط دي على النحاسة أو الزنكاية ماشي وطبعا بمساعدة الأزميل ده أنه هو بيشيل وده المناعم اللي هو بيناعم به الأطراف اللي تمت وطبعا وهو بيحفر لابد أنه هو بيستخدم الحبر ليه بيستخدم الحبر ده عشان خاطر يبقى شايف هو حفر إيه لأنه ممكن أن عكاس الضوء يخليه مش شايف كويس الأماكن اللي هو بيحفر فيها خدنا بلنا أنه هو عمل هنا مخدة المخدة دي كانت عبارة عن كوين عملة معدنية عشان يقدر أنه هو يلف الزنكاية وهو إيه بيحفر طبعا زي ما احنا شايفين هو شغال بيحفر بأزميل الحفر بتاعته ولازم اللي هو المكان اللي هو حفره بيغطيه بالحبر طبعا ده عمل بيستلزم دقة شديدة جدا جدا من الفني أو من الفنان اللي بيقوم بعمل الزنكاية دي وتجهزها لإطباع الفني زي ما احنا شايفين ما زال هو هنا عمل أول جزء أو أول حاجة وعمل منها طبعا اللي احنا شفناها دي هي طبعا كانت من الزنكاية اللي حفرها قدامنا عندي بقى اللي هو هيحفر بالحامض لازم بيغطي الزنكاية بالشمع ده عبارة عن شمع منصهر بعد ما غطى الزنكاية بالشمع بيعمل طبع على الزنكاية التصميم بتاعه وبدأ انه هو يعالج بأزميل مسننة ويشيل الأماكن اللي هتبقى اللي احنا شايفينها بيضة دي دي الأماكن اللي هيتم حفرها بالحامض الباقي كله الشمع الأصمر ده مش هيتأثر بالحامض اللي هو حامض كابريتيك مخفف بتركيز معين كل الأماكن الفتحة دي هتتحفر لتحت بدون خدش خدش بدون خدش طبعا هو متخذ الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية ولابس اللي هو الكلابز ده عشان ايده ما تتأثرش به الحامض أزال الشمع من على الزنكاية بعد كده قادي الزنكاية بعد ما اتطبع منها الخطوط دي الخطوط دي تم حفرها بالحامض مش بالأزمي اسلوب آخر من الأساليب اللي هو بيستخدمها في تجهيز الزنكاية ان هو عايز يطلعها يعني فيها نوع من المخدشة كده يعني فعمل ايه؟ راش راتينج عليها وهذا الراتينج ملأ الأماكن اللي هو عايزها بيملهب الشمعه الأماكن اللي هو مش عايزها تتأثر بالحامض اهو وبدأ ان هو في أماكن معينة عايزة تتحفرق وأماكن لأ وطبعا بعد ما استخدلنا الحامض ادي الطبعة اللي هو طبعها من هذا من هذه الزنكاية بعد كل طريقة بيورينا الطبعة بيكون شكلها ايه؟ طبعا هنا هو بيسن الأزميل اللي هو المتلوت بتاعه اللي هو سلاسي الأوجه وبيبتدي يعمل عملية تنعيم ويخدش في السطح بيخدش السطح زي ما احنا شايفين كده وهذه الخدوش بعد وكده اهو لازم يشوف هو عمل ايه؟ الحفر اللي هو عمله وده بيتم بيه ان هو يملأ الأماكن دي بالحبر بيكمل اللي هي التفاصيل بتاعته بالأزميل زي ما احنا شايفينه هو عمالي بيعمل تفاصيل دقيقة في الأماكن دي وبعد ما بينتهي من الزنكاية بيديها حبر وبيطبع بيها هنشوف بقى فريقة الطبعة بتكون ازاي يعني هو بيجهز الزنكاية ازاي وبيطبع ازاي بمكينة الطبع اليدوي هو هنا هو بيحبر بيحبر الزنكاية بيزيل الحبر من الأماكن العالية الحبر زي ما احنا يعني واخدين بالنا كده بيفضل فيه الأماكن المنخفضة عشان كده بيسموها اتباعة الغائرة بيجي على مكينة الطبع بيحط الزنكاية في مكان مخصص لها عشان لو هيطبع نسخ متعددة تفضل فيه مكان واحد بيحط طبعا دي اللبادة اللبادة دي هنا اهو بيلف بيلف المكينة بيرفع طبع الخط الخارج اهو هو عامل اكتر من زنكاية في زنكاية بتديله الاوتلاين الزنكاية التانية اديته آآ مساحات الزنكاية التالتة اديته تدريجات ودي الاساليب الخاصة بالطباعة الغائرة اليدوي انا اصدت انهوريك الفيديو ده عشان نشوف العملية بتتم ازاي وايه المعدات والادوات اللي بنحنا بنستخدمها في كده آآ من العدد والادوات اللي انا بستخدمها عندي المقصات وعندي المقص اليدوي زي اللي احنا شايفينه ده اللي بيقص الصاج سواء كان الامونيوم او صاج او معدن استمع انه احنا دايما بنستخدم فيه الطباعة اللي هو الايه النحاس او الالمونيوم او الاسدير او فيه مقصات تانية بتبقى مقص اسمه مقص تسجة بيبقى متسبت فيه التسجة ده لما يكون بقطع لوح كبير شوية وعندي مقص التسجة اللي هو السابت اللي احنا شايفينه ده اهو اللي احنا بنتكلم عليه وفيه اسلوب تاني لقطع المعدن او قطع الزنكات بيتم بيه الازميل الحاد ان انا بسطر على اللوحة وبقطع وبتني بالطريقة دي يعني بجيب حجم الزنكاية اللي انا عايزه شاكوش ده بقى يعني فايدته ان انا اطراف الزنكاية ادق عليها عشان لو فيها حتة يعني برزة كده ما اتعورنيش او تعور الفني وهو شغال فيعني ببطط بيها اطراف الزنكاية باستعدال كده زي شغل السمكرة يعني وعندي المبرد الحدادي والمبرد المبطط والمبرد دهر الحية انواع المبارد عموما بتستخدم في تسويت وشطف وتنعيم حواف لوح الزنك جديد بمسك الزنكاية كده ودي في ايدي اللي هو المبرد ببرد بالمبرد الاطراف بتاعته عشان ما تبقاش حد ده وتتسبب في اصابة اي حد اثناء العمل عندي بقى احجار الجلخ حجار الجلخ ده برضو بساوي به في احجار جلخ معمولة من الكور كورباوندون فرش التلميع اللي معمولة من قطع من الاقمشة او قطع قطنية بتلف بسرعة على حجار الجلخ بيكون متسببتها بشنيور كهربائي وبرضو بتنعم حواف الزنج وعندي الوسادة القطنية اللي هي بتلمع المعدن وممكن نلمع المعدن بقالب من الفحم النباتي او سائل تلميع المعدن دي زي ما احنا شايفين هيد بس هنا ده رجبة على صاروخ يدوي وده الحفر الحفر على الزنكاية شوف معنا زنكاية دي اسمها روليت دي روليت دي بتعمل حزوز كده بطريقة معينة هنشوف بصوا الطريقة شوف بتشتغل ازاي كل التهشيرات اللي احنا شايفينها دي دي بتعمل تأثير في الزنكاية بياخد حبر بيطبع بيديني نفس التأثير لما بيطبع بصوا ميداني ايه تأثير ايه مسنن نقاط نقط في سطح ايه المعدن دي يعني انواع مختلفة من الازميل وادوات التحزيز والعلام والحفر على سطح الزنكا دي برضو لها استخدام معين ماشي لابد ان انا ابقى يعني مهتم جدا بان انا دايما بسن الادوات بتاعتي كويس قوي وبحفظها في المكان بتاعها وبزيتها على اساس ان هذه الادوات اقدر يعني ادوات معمرها مش هستخدم في كل مرة وارميها واشتغي جديد فبحافظ قوي على السنون بتاعت الادوات بتاعتي ودايما بحاول ان انا اسنها كويس قوي عشان عشان اقدر استخدمها وما بوزليش سطح الزنكاية وانا بحفر عليه هنا الازمين اللي احنا شايفينه دا هيوريك الاسلوب بتاع استخدامه في التهشير خطوط التهشير يعني بقى عن خطوط متجورة جنب بعضيها طبعا هتلاقي منه اكتر من مقاس حاجة بتطلع لي مقاس كبير في الخطوط الخاصة بالتهشير حاجة بتطلع لي مقاس اصغر شوية او مقاس اقل ودا اسلوب اللي هو العمل اللي تحت دي دي الوسادة الوسادة دي بتبقى مبطنة اللي هو بيشتغل فوقيها وبيلف فوقيها الزنكاية وهو شغال هو هو شغال وعمالي يزود الحفر بتاعه وكل ده عبارة عن خطوط مهشرة متجورة بتبان جنب بعضها هنا سرع تصوير شوية اهي بتبان جنب بعضها لما يبتدي هو يطبع اوراق او يطبع اعمال فنية استخدام اخر لازميل اخر او اداة اخرى من ادوات الحفر والعلام ودي بتكون اداة دائرية وهنشوف القطاعات بتاعتها شكلها ايه كل واحدة من دول الفنان طبعا وفقا لمهارته ووفقا لخبرته بيستخدم لكل نوع خط هو عايز يطلعه اداة حفر او ازميل حفر مختلف عن النوع التاني حاجة للحفر وحاجة للعلام وحاجة للتنعيم زي ما احنا شايفين وده بيوريك القطاع بتاعها من الجانب بيبقى شكله ايه اشكالهم مختلف وطبعا من خلال الفيديو اللي احنا شايفينه نقدر نعرف ان الاستخدامات بتكون مختلفة شايف ده ده من تحت فيه كرة من تحت حاجة عاملة زي البلية كده ده اساسه لتنعيم الخطوط تنعيم الخطوط عشان ما يبقاش فيه خط فيه ريش الريش ده يظهر فيه الطباعة على هيئة بقعة هادي اللي هو اللي هو آآ متني ده برضو ليه استخدام تاني دي برضو الرولة او الروليت دي آآ بتدي خطوط ما بتديش فيه روليت تكب بتدي نقط نقط متجورة طبعا هو عشان يطلع بزنكاية واحدة ممكن يستخدم فيها كل الادوات اللي تحت دي اللحظ هنا هو اصلا الفيديو ده القصد منه انه يعرفني اساليب التهشير المختلفة اللي بيتم استخدامها بالازمير عشان كده هو آآ يعني عشان بيعلمنا محطش محبرش الزنكاية عشان يورينا او عشان يشوفي خطوط شكلها ايه كل دي ادوات مختلفة هنا بيوريك اشكال اطباعة بتاعتهم اللي هو عملت ايه طبعت ازاي قدت اشكال شكلها ايه او لونها ايه وده طبع بعض الحاجات طبع بعض الورق عشان يقول لك الخطوط اللي هو عملها كان تأثير طبعا احنا يعني شفنا الفيديو بتاعها ولكن لازم نتكلم عنها معادات الحفر دي ايه عندي ازميل الحفر او ازميل الحفر دي عبارة عن قضيب من الصلب عالي الصلب وحنا شفنا بنفسينا لطرف قاطع زو سطح مشتوف بزاوية 45 الى زاوية 60 درجة متصل بايد خشبية واشهرها هو الازميل المربعة ودي بتساعد ان هي تضرب بسرعة اثناء حفر الخطوط المنحنية والازميل المعينة اللي هي على شكل معين وايضا تستخدم في قطع الالواح المعدنية زي ما احنا شايفين كده الـ ده الجلبة سلاح بتاع الازميل والحد القاطع او الطرف القاطع بتاع الازميل واحنا شفناهم شكلهم ايه في الطبيعة مش رسمي بس عندي ازميل التنقيت وبيستخدم في الحفر التنقيتي وعندي الازميل المسنن اللي طرفه بيحتوي على عدة سنون حدة تستخدم في الحصول على خطوط محفورة متوازية ومتجورة ومستقيمة او خطوط متشبكة زي ما شفنا في الفيديو الاولاني انهو كان بيعمل الشبكية باستخدام الحفر هنا يعني في عندي طبعا دي الازميل المربعة اللي القطع بتاعها من فوق قطع رباعي مربعة وطبعا يعني برضو مشطوفة بزاوية ميل في القطع بتاع سن الازميل عندي سكاكين الحفر اللي هي بيه دي طبعا برضو شفناها كلها عندي الازميل المعينة اللي هو شكل الازميل على شكل معين ومقطوع على زاوية ميل معينة مش مربعة وعندي الازميل المستدير ده شفناها طبعا اللي هو اطرافه مستديرة وشفنا انواع منه كثيرة في الفيديو السابق وليه مقاسات مختلفة كل مقاس وليه استخدام وفقا لحجم الزنكاية ووفقا لنوع العمل اللي بيتم على في سطح الزنكاية وعندي الازميل المفلطحة اللي هي مشتوفة كده شكلها مستطيل شوية وعندي ابر الحفر ابرت الحفر عبارة عن المستواني طويل من الصلب وفي اغلب الاحوال بينتهي طرفه بمقشط او بمسقل مسقل يعني منعم كما يوجد انواع اخرى زي ابر التنقيت اللي هي بتعمل عملية نقط في الزنكاية ذات طرف مقوس ومدبب وفي انواع منه الطرف بتاعه من الالماز الماس يعني بس طبعا مش الماس اللي يستخدم في المجوهورات يعني اللي هي بقاية التصنيع بتاعته وتستخدم في عملات الحفر الجاف او الحفر الحمضي على الزنك وابرة التنقيت تستخدم في الحفر التنقيتي انا عارف ان احنا دلوقتي اللي كان متابع الحلقة معايا من الاول وشاف الفيديوهات اه قادر كويس اوي ان هو يستوعب احنا بنقول ايه يعني الفيديوهات اللي احنا شرحناها في الاول دي او اللي تم عضوها في الاول دي بتساعدني ان انا اعرف الكلام ده بيقول ايه لو كنا شرحنا الكلام ده تقريبا بدون ما نعرض هذه الفيديوهات الخاصة بتقنيات الطباعة اليدوية اعتقد ان كان هيبقى صعب ان احنا يعني نفهم شوية بس اعتقد ان انتو من الوقتي انا ممكن اكون متطمن ان انتو فاهمين يعني المصطلحات اللي احنا بنقولها دي ايه لانكم شفتوها بعينكم نرجع تاني على ابر الحفر وابر الحفر فيه عندي قولنا الابرة المصنوعة من الماس او الطرف بتاعها بيبقى مصنوع من الماس او عندي المقشط بقى المقشط برضو شفنا سلاح مصنوع من الصلب المقوة او الصلب المقاسي المقاسي ده بيتعمل ايه يعني عشان يبقى صلب مقوة او مقاسي بيسخنوه درجة حرارة عالية جدا جدا وبعد كده يطفو في الميا في يعني بيحصل له النوع من صلب يعني صلب ثلاث حواف مسلس يعني المقطع يعني يستخدم في ازالة فضلات المعدن من خطوط الحفر وبيزيل سطح المعدن اللي هي الشوائب اللي عليه وده بنقدر منه نعمل درجات لونية متوسطة مع المناعم واضاءات عالية في التقنية الحفر التزليلي المناقط هو ده يعني احنا شفنا فيه طبعات فيه طبعة يبقى فيها درجات لونية من اللون الاسود ودرجات الرماضي مع بعض تيجي عن طريق المقشط ده المسقل او الملمع ادامة صنوعة من الصلب مستديرة المقطع نهايتها ليست حد تستخدم في تلميع بعد اجزاء التصميم المحفورة الصغيرة وترئيد الحزوز ترئيد يعني ايه ترئيد يعني عارف انت كانت ماشي بمكوى كده والمكوى يعني فوق حاجة هدوم والهدوم دي مكسرة فيعني انت ايه المكوى بتفرد التكسيرات اللي في القماش هنا الاذاء او المسقل او الملمع ده بيعمل عملية سقل او لسطح المعدن ودي ايضا بتستخدم في الحفر تزليل المنقط وبرضو ممكن من خلاله اعمل درجات يعني درجات لونية تزليلية في السطح ودي شكلها وشفناها لما قلت لكم ان طرف الاداة اللي هو بيستخدمها كروي الشكل من اسفل طبعا دي اللي هي ايه المخدة اللي هو بيشتغل عليها والمخدة دي احجامها مختلفة في منها كبير وفي منها صغير وممكن يحط الصغيرة فوقه كبير عشان يعلي شوية وعندي كمان الرواكد دي اللي هو بيبقى محزز من تحته وليه اتنين من تحته ده بيقدر ان هو يعمل خطوط معينة في سطح الزنكاية النحاس وفي منه بيتركب على ايد زي ما احنا شايفين كده وهو عايز يعمل حزوز معينة بصه شغال زي المخرطة بتاعة الملوخية عشان تحزز اه نشوف الشكل تاني شوف هتشتغل ازاي تاني اه ويقدر ان هو يعمل بها علامات فوق سطح الزنكاية ويحرك الزنكاية بايده وهو شغال دي اسمها ادوات الحفر متعددة الاسنان او السنون والزوايا والقطاع ده اسمه روكر ازميل من نوع خاص مشكل من اداء عريضة سقيلة حدها القاطع مقوس ومسنن تتأرجح على الجانبين على سطح المعدن وهذه السنون تحدث تخشينا بالسطح وتصنع باحجام مختلفة الاكثر خشونة فيها 28 سنة والاكثر نعومة بها ما يزيد عن 100 سنة ودي بتؤدي الى درجات لونية في العمل الفني ده شكلها طول الحفة بتاعها 2.5 بوصة طبعا احنا عارفين ان البوصة 2.5 سنة ونص يعني عبارة عن 6 سنة وربع الاتنين ونص بوصة دول والنص بوصة يمكن طبعا صناعته بالطلب ويستخدم في ترشين السطح في الحفر التظليلي والصغير منه بيستخدم في الجمع ما بين الحفر الخطي والحفر التظليلي ويمكن فيادة مستوى الحفر زي ما احنا عايزين الروليت وشفنا الروليت شفناها اداة صغيرة ليها عجلة مسننة ذات محور معدني متصل بماء بض للامساج به عشان اقدر اجري بيه على السطح لها اشكال مختلفة ونمازج مختلفة وعدد السنون بتاعتها من 35 الى 100 سنة تستخدم غالبا فيه برضو الحفر التظليلي منها انواع طبعا للغرض او الهدف المراد استخدامه في عندي روليت خاص بالتهشير وده بينجز اعداد من الخطوط المساحية الطولية والمستعرضة والمتقطعة وشفناها في الفيديو اول فيديو في الحلقة وعندي روليت مسننة شفناها برضو تحدث نقاطا للحفر على السطح تبقى لشكلها وعندي روليت من الكربون وده بيبقى يعني للخدش الحاد وعندي روليت طابلة راسه على شكل طابلة من الكربون الصلب او الصلب بيحدث اثر بالضغط الزائد على سطح المعدن بتتكون درجة اكثر سوادا اثناء لما عند الطباعة يعني ومنها روليت طابلة للدفع للامام والخلف وروليت طابلة للدفع يمينا ويسار طب هنا ده اللي احنا شايفينه روليت طابلة للدفع امام وخلف وده روليت من الكربون وده روليت طابلة للدفع للدفع يمين ويسار ممكن يكون مسنن وممكن يكون مخدش وعندي روليت مسنن زي العجلة بتاعة البتزا كده بس دي ايه اسنان طبعا روليت طابلة للدفع يمين ويسار هو اللي احنا شايفينه ده وبيحدث اثر معين في سطح الزنكاية طبعا المخدات والمساند شفناها ده المخد او المسند بتاع الحفر وعبارة عن حشوة طبعا من الجلد او اللباد او كيس قماش زو حجم مناسب بيبقى محشي بالرمل ويستخدم لحفر الخطوط المقوصة والمنحنية على لوح الزنك وده بيتم باسناد اللوح على المسند ودورانه ببطء بينما الاداء سبتة في المكان المحدد صورة صورة من جلد الماعس جواها حشوة من القطن شايفانها هيه تحت يعلوها قرص من الكارتون المقوى ويربط جلد الماعس جيدة من اعلى يعني زي الصرة كده بحيث يعني يبقى فيه فرصة ان الصوابع تمسكوا كويس اثناء العمل و فيه طبعا العمل فيه توزيع الارضية العزلة للحامض على سطح المعدد نيجي طبعا للأحواض الأحواض اما مصنوعة من البلاستيك او اي مادة غير منفزة للسوائل ما تتأثرش طبعا بحمد الكابريتيك او الاحماض الخاصة بالحفر وفيه احواض معمولة من الصاج المطلي بطبقة من المينة او من الخشب بعد ما بنبطنها من الداخل بالشمع ومقاساتها مناسبة لمقاس الورق المستخدم للطباعة بنحط فيها المية او الحامض عشان نرتب الاوراق او نحفر الزنكات بعضها مزود بمواسير بتغزيها بالمية ومواسير بتعمل عملية صرف للسوائل او المية اللي موجودة فيها ودي بتكون عشان نعمل عملية غسيل لأثر الحم ادي شكل الاحواض بتاعتنا الحوض اللي هو الحوض البلاستيكي طبعا عمره مش طويل زي الحوض الصاج المطلي بالاسفل تقاو المينة وعندي برضو ممكن الحوض من الخشب بس بقى مبطن بطبقة برضو عزلة عندي برضو حاجة مهمة قوي الترابيزة اللي بشتغل عليها اللي احنا شفناها برضو هو شغال عليها فوق اللي هي منضضة الحفر اللي سطحها مغطة بألواح الزنك ومزودة ببرواز زي الشباك وعليها يعني سطحها طبقة من الزجاج المصنفر موجود يعني وراء إضاءة صناعية وتستخدم لحفر الألواح عليها بالأزميل أو إبرة الحفر وفايدة اللوح الزجاجي ايه انه بيعمل عملية توزيع للضوء بشكل غير مباشرة على اللوح المعدني أثناء الحفر وبيمنع حدوث الزغلالة للعين من الضوء اللو هو منعكس من سطح المعدن المسكول ده اللي هو الشكل بتاع التربيزة اللي بنشتغل عليه طبعاً التربيزة دي مهمة جداً جداً في العمل ولابد ان اي فنان بيشتغل وهو شغال بيجهز مكان العمل بتاعه كويس هي التربيزة اللي هو بيحط فوقيها المخدات اللي هو بيشتغل عليها بيحط فوقيها الادوات اللي هو شغال بيها مهمة قوي 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 ان هو العامل وهو شغال ما يحتاجش ان هو كل شوية يبعد عن القطعة اللي هو شغال فيها لان ده كمان بيأثر على اللي هي بدايات الخطوط ونهاياتها في القطعة خصوصاً مع المبتدئين خصوصاً مع المبتدئين طب في عملية سيانة بتتم للأدوات الخاصة بالحفر عملية السيانة دي مهمة قوي شفناها في الفيديو الأولاني شفناها في الفيديو التاني اللي هو لابد انه هو كل شوية يمسك الأدوات بتاعته ويعمل لها عملية سن ويشوف الحواف بتاعتها مسنونة كويس ولا لأ عشان لما يجي يستخدمها في العمل تكون هذه الأدوات جاهزة تماماً لإتمام العمل في ذات الوقت في نفس الوقت بيزيت العدد دي عشان ما تصديش كمان لابد انه هو بيحفظها في علبة خاصة بيها وشفنا العلبة اللي خاصة بيها علبة يعني فخمة كده وفيها السفنج السفنج ده في الأماكن الخاصة بوضع كل أداة من الأدوات اللي احنا بنستخدمها طيب صيانة المعدات دي يعني يجب حمايتها بزيت اللي هو الزيت اللي هو بيستخدم مع حجر الجلخ مع قليل من الجاز أو الكيروسين لإزالة أي أثار عالقة قبل الاستعمال تحكي حوافها بحجر المسن بقليل من الزيت أو الكيروسين لإزالة الخشونة والحزوز التي يمكن أن تترك أثر في سطح المعدن إحنا مش محتاجين لمزيد من الحماية لابد إن إحنا نغطي السلاح من ناحية المقبض بإني بلف يعني السلاح يعني بربعة سنتي سلو تيب بدائري كده عشان أقدر إن أنا أمسكه بإحكام ويفضل بعد استخدامه لحفظ السن بغرز السن في كرة من الشمع يعني أحطه السن كده في حتة شمع أو الفلين عشان أحافظ علي مصائح وإرشادات مهمة يعني باستخدمها أو مهمة بالنسبة لي عند استخدام معدات وأدوات الحفر لازم أكون ملتزم بترتيب الخطوات بتاعة الحفر لابد إن أنا وأنا شغال بحافظ على نفسي وعلى إجراءات السلامة العامة والانتباه أثناء الحفر أتأكد إن الأدوات بتاعة الحفر بتاعتي حدى تماماً لإتخان العمل وإن يكون اتجاه الحفر وأنا بحفر بحفر إزاي بحفر لي عكس اتجاه الجسم يعني محدش يحفر ويستخدم أدوات الحفر وهو بيحفر يشد الأزميل نحية جسمه وهو بيحفر لابد إنه هو بيبقى عكس اتجاه جسمه ودي من إجراءات الأمن والصحة والسلامة المهنية اللي هي يعني تخليه حافظ على نفسه من أي إصابة ممكن تحدث يعني بسبب الموضوع ده فده مهمة قوي قوي إن إحنا نعرفه إنه هو وهو شغال بيحفر عكس اتجاه جسمه كمان مهمة عندي قوي إن بعد ما بخلص الشغل بتاعي بلم الأدوات بتاعتي من المكان وكمان بحط الأدوات بتاعتي في دوليب خاصة لأن طبعا الأدوات دي غالية وبقفل عليها وبعيد عن المصادر الخاصة بيه اللي هي العوامل الجوية اللي ممكن تسبب نوع من الصدى أو يحصل ضياع دي الأدوات بتاعتي طب نيجي نبص كده عندي المنددة الخاصة بمسج الأحبار ودي تربيزة حديد أو خشب مزودة بقطعة من الرخام الأبيض دي اللي أنا بقلب عليها الأحبار بتاعتي ولازم أن أضفها كويس قوي بعد ما بشتغل عليها هنشوف فيديو كده اهو ازاي بعمل عملية مزج للأحبار بتاعتي سواء كان حبر اسود أو أحبار آآ ملونة اذا ما كانش عندي منددة لابد يبقى عندي حاجة اهو الحاجة دي بعمل ايه بقى هنا الرلة بتاعة الحبر دي عشان أحبر الرلة بتاعتي اللي أنا هحبر بيها سطح الزنكاية باللون اللي أنا عايزه لابد أن الرلة تاخد الحبر متوزع عليها كويس من كافة الجهات وده بيتم بالاسلوب اللي احنا شايفينه ده عندي برضو سكاكين لفرد ومزج الأحبار زي سكينة البلتة وسكينة رخامة وسكينة المعجون وده بتستخدم لمزج الأحبار الخاصة بأحبار الطباعة تبقى لكميتها عندي استوانات التحبير طبعا شفناها جسم استواني من المطاط الطبيعي أو السلكون أو البوليرسان مقاوم للحبر والموزبات وزوم رونة ارتدادية يعني مرن مقاوم للإهتراء إنه هو ما يعني يدوبش والتمزق بيدور حوالين محور ليه يد بيمسك منها استوانات التحبير لها مقاسات متعددة تستخدم في فرد حبر الطباعة على اللوح المعدن ودي شكل الاستوانات بتاعة التحبير شفنا طبعا مقاساتها مختلفة في منها اللي هو كبير شوية وفي منها اللي هو ايه أصغر شوية دي بقى المكينة الطباعة اللي احنا شفناها في الاول احنا هنا طبعا دي حاجة اسمها اللباد اللبادة بتاعة مكينة الطباعة اللي هي بتغطي السطح الطباعي كويس قوي وبتحمي الورقة اللي بتطبع وبتحمي كمان شوفوا كم طبقة اللباد وبتحمي كمان الزنكاية شوفوا طبعا دي حركة المكينة المكينة بتشتغل ازاي عشان نقدر ان احنا نطبع السطح الطباعي بالطباعة اليدوية المستخدمة الى الان واللي بيستخدمها الكثير من الفناني بيشير السطح طبقة الورقة الحماية فوق اللباد وهنا اهو بيرفع الورقة من الزنكاية اللي تحتها واللاقي ان هو تم الطباعة لبادة المكينة الطباعة قطعة سميكة مصنوعة من اللباد بمقاس يناسب لوح المجبس اللي احنا تلات لبادات اللي احنا شفناهم دول واللوح المعدني تستخدم كسطح غير قاسي سطح حنين يعني فوق الورق المرتب الذي يعلو اللوح المعدني ليساعده على الدخول الى اغوار الخطوط المحفورة اللي يلتقط منها الحبر الورق ده لو ما الطبعك او الكابسة دي ما خلتهوش ينزل الورق في اماكن الوردة الحبري الورق مش هتطبع لان السطح الطباعي محفور مش بارز عندي مكينة الطباعة طبعا او المكبس اليدوي شفناها من الجانبين متطبقين في المقاس العجلة الضوارة شفناها اللي هي العجلة من الستالس دي بتبقى على الجانب الاول وكل من هذين الجانبين عبارة عن كتفين بينهم الاجزاء الاتية مصمار بيضبط الحركة بيقع بين الكتفين ويتحرك لاعلى والاسفل ويرتفع وتنخفض الاستوانة العليا مجموعة تروس بتنتقل خلالهم حركة الضواران من العجلة الضوارة الى الاستوانة السفلية العجلة تدورها على الجانب الاول عبارة عن عجلة كبيرة تدار باليد زي ما احنا شفنا وتتحرك مجموعة من التروس عشان تتحرك الاستوانة السفلية وتتحرك المكان اللي عليه السطح الطباعي مجموعة الوسط الاستوانة العلوية من الصلب يرتكز عليها طرفين المحور داخل حلقتين ذات مكعبات علوية اللي بتاخد حركة دورانها بالتلامس مع لوح المكينة الاستوانة السفلية وبنفس مقاس طول الاستوانة العلوية وبتاخد حركتها من مجموعة التروس الحركة ولوح المكينة هو لوح صلب سميك مستوي عرضه مساوي تماما لعرض الاستوانتين ويرتكز على الاستوانة السفلية عشان هو اللوح دي ما احنا شفناها هو اللي بتحرك بياخد الحركة بتاعته منها الحركة الميكانيكية للمكينة عند إدارة العجلة الدورة بالإيد يدور معها مجموعة التروس وبالتالي الاستوانة السفلية وبالتلامس بيتحرك لوح المكينة الحامل لللوح المحفور والمغطة باللباد ونتيجة لهذا التلامس بتدور معهم في اتجاه عكس الاستوانة العلوية وبيحصل الضغط المطلوب اللي بيخلي الحبر ينتقل من الأجزاء الغائرة إلى سطح الورقة وعشان نعمل لها سيانة وبتكون ان احنا بننظف المكينة بعد الانتهاء من الاستردام وبنزيتها ونشحها مجموعة التروس والأجزاء المتحركة نيجي بقى للطباعة البرزة بالطريقة اليدوية الطباعة البرزة بالطريقة اليدوية مختلفة تماما عن الطباعة الغائرة الطباعة الغائرة كان السطح الطباعي فيها بياخد الحبر بتاعه منين بياخده من استوانة او بياخده من انا اسف من سطح اللي هو نحاس او الامونيوم محفور والحفر ده واخد حبر والحبر ده هو اللي بنتقل للورقة فلابد يبقى تحت ضغط جديد عشان الضغط الشديد ده هو اللي بيقدي ان الورقة تنزل تاخد الحبر من الاسطح او من الاماكن الغائرة في السطح اللي هو الطباعي هنا العكس هنا بيكون الطباعة او الاشكال الطباعية اللي احنا عايزينها تاخد الحبر هي اللي بغزة الفوق مش غائرة لاسفل ودي بتتم باكتر من طريقة لكن في الطباعة الفنية بتتم بالحفر على الخشب او الحفر على المطاط او اللينوليوم الحفر على الخشب او بالحفر على المطاط او ايه او المشمع او اللينوليوم طب ده بيتم ازاي عندي انواع مختلفة من الاخشاب اللي هي تصلح ان انا استخدمها في الطباعة اللي هي اليدوية البرز لابد ان هذه الاخشاب تكون في من طبعا الاخشاب مقطعها طولي وفي من اخشاب مقطعها عرضي وده بامر الله اللي احنا ان شاء الله تعالى هنتكلم عليه في الحلقة القادمة باذن الله ويعني لحد هنا انتهت الحلقة بتاعتنا كان معكم دكتور عمر دمرداش قطاع التعليم الفني ترجمة نانسي قنقر